العمر العمر بيجري وبيعدلي بين فرح ووقات وحياتك في الدنيا تحدي ولازم تحياك أيام بين عيشها وبتعيشنا تدوشنا ساعات وتدهشنا وساعات الحزن بينهشنا وانتو وانتو جواك والدنيا دي رغم اللي ما فيها مليانة كنو لكن مش ممكن تلاقيها من غير ما تعوز على قد ما تتعد وتدور الدنيا تتحر وتنور تبديك أكتر ما بتتصور من فضل الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أول طريق ربنا هو التعرف على الله لأنك لما تعرف ربنا سبحانه وتعالى هتحبه فلما تحبه هتطيعه بحب ومعنى الطاعة بحب هي العبادة وبالتالي أنا عشان أعرف أعبد ربنا وأنا حاضر مع ربنا ويكون في قصة حب كده في قلبي وأنا ماشي في سكة ربنا سبحانه وتعالى محتاجة أتعرف عليه الأول وقالوا لنا أن الصفات تظهر في التصرفات يعني أي إنسان كريم بيظهر في تصرفاته الكرم أي إنسان عنده عاون ومساندة بيظهر في تصرفاته ولله المثل الأعلى صفات ربنا بتظهر كل يوم في حياتك وانت صاحي وانت نايم على كل أحوالك قريب لربنا أو بعيد عن ربنا تظهر صفات ربنا في أفعال ربنا معاك دورنا إحنا عشان الروح تفضل موصولة وحية إنك أنت تشاهد صفات ربنا وهي فاعلة فيك وربنا بيظهر صفاته معاك في تصرفاته صفات النهاردة واسم النهاردة هو اسم الله الودود الناس بتقول إن الحب في القلب فالحب شعور أما إذا الحب ده بدأ يظهر في تصرفات بعملها عشان أكسب حبك وأطلب رضاك يسمى هذا توددا فالحب شعور والود تعبير عن هذا الشعور طلبا لحبك فتخيل بأهول الله المثل الأعلى إن الله سبحانه وتعالى هو الودود قال تعالى واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود وقال في القرآن ربنا سبحانه وتعالى إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد والحقيقة أنت لو بصيت حواليك هتلاقي تودد ربنا للعباد في كل شيء وأفكرك بالأثر الشريف الحديث القدسي المعروف أتودد أو أتحبب إليهم بنعمتي وأنا الغني عنهم وهم يبارزونني بالمعاصي وهم أفقر ما يكونون إلي كل نعمة إنت شايفها أو مش شايفها وبفكرك لما ربنا قالك إن طرق التودد ما تتعدش وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها والنعمة هي صورة من صور تودد الله لك أتودد إليهم أتحبب إليهم بنعمتي فعايزك تتصور بقى إيه من الصبح لغاية النهاردة كم نعمة ظهرت في حياتك وعايزك تتصور كم البشر اللي ربنا بيتودد ليهم مش بس كده ربنا بيتودد لينا بإبقاء النعم اللي احنا بنعصي بيها أتحبب إليهم بنعمتي وأنا الغني عنهم وهم يبارزونني بالمعاصي وما فعلت معصية إلا بنعمة ومع ذلك ربنا يبقيها في إيدينا تودداً لينا ومش بس كده قال صلى الله عليه وآله وسلم قال الله من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد شوف التودد ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها أو أعفو ومن تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً ودي أمثلة عشان العقل يفهمها إنك ممكن يبقى همتك ضعيفة مع ربنا وربنا يقدرها تودداً ليك من تقرب مني شبراً خد خطوة بسيطة في علاقته بربنا ربنا سبحانه وتعالى يقرب لك أضعاف منت عملت تقربت منه ذراعاً ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً الباع في لغة البشر يعني ذراعين مفتحين كده أنا عارف إن كتير حفظين الحديث ده بس افتكر افتكر إن ربنا سبحانه وتعالى اللي بيتكلم فتلاقي الإمام ابن القيم يقول لك كده ليس العجب من عبد فقير يتقرب إلى رب كبير ولكن العجب من رب كبير هو الذي يتقرب إلى عبد فقير كل ده يعلمك التعلق بالودود سبحانه وتعالى ومشاهدة توده ليك في كل خطوة من حياتك وده إن إلك للخطوة التانية خطوة التخلق ما احنا اتفقنا إن علاقتنا بربنا في الأسماء الحسنة تعلق أن أرى الصفات دي وربنا بيعملني بيها فتعلق بربنا ثم أخذ الصفات دي وعامل بيها الخلق على قد ما أقدر فتبقى أنت كمان ودود لا تحتفظ بالحب جو قلبك لو أنت بتحب حد من قلبك اعمل زي ما ربنا علمنا إنك تعبر عن الحب ده في صورة أفعال فيها طلب حب اللي قدامك وطلب رضا أنت مش فاكل لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام واحد قال له أنا بحب فلان اللي معدي ده قال له هل أخبرته قال له لا قال له روح قل له أنت ليه محتفظ بالحب ده روح قل له أنا بحبك فراح قال له أنا بحبك في الله قال له أحبك الله الذي أحببتني له وكان سيدنا عمر بن الخطاب يقول كده ثلاثة يصفين لك ود أخيك لو عايز تكسب حب اللي قدامك اعمل ثلاث حاجات دي نظرية سيدنا عمر بن الخطاب رقم واحد أن تبدأه بالسلام بلاش التقل اللي مش لذيذ ده لما تشوفه بدا أنت أنت اللي قوم لو شفته في مطعب قوم أنت منع الكرشي وروح له لو هو جاي من بعيد خد أنت خطوات أسرع وخلي وشك مستبشر يشعر كده بقيمته في عينيك أن تبدأه بالسلام إذا لقيته وأن تفسح له في المجلس واحد دخل تقوله تفضل وتوسع له بالذات له والدنيا زحمة ما ينسها لكش أبدا أنك أنت كأنك بتفكر في مصلحته وأن تفسح له في المجلس وأن تناديه بأحب الأسماء إليه الأسماء اللي الواحد بيحبها بسموها الـ identity هويته فأنا في أسماء معينة لما بتتقال لي بتحسسني أن أنا مقبول أن أنا فيها صفات حلوة وساعات في أسماء دلع بتفكر الواحد بأن قد إيه الناس بتحس بالونس في وجوده عشان كده سيدنا النبي كان دايما يقول للسيدة عائشة يا عائش وساعات كان يقول لها يا حميراء حميراء يعني البيضاء المشربة بحمرة ودي من جمال النساء عند العرب فاهمل التلاتة دول وعايز أفكرك بحاجة ربنا سبحانه وتعالى بيعملها معانا تودداً لنا يعملها مع الناس قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان ثلث الليل الآخر نزل ربنا إلى السماء الدنيا ينادي على الخلق هل من تائب فأتوب عليه حد عايزي صالحني هل من مستغفر فأغفر له حد عايزي تأسف على غلطه هل من سائل فأعطيه حد عايز مني حاجة ارفع سماعة التليفون تودداً لأبوك أو أمك أو عيالكم أو صحابك أو شريك الحياة له مش عايز مني حاجة ربنا بيعمل كده هل من سائل فأعطيه ارفع السماعة من غير أي حاجة أخبارك إيه كله تمام ما فيش حاجة نقصك حتى تلاقي الناس بتستغرب وفي حاجة أبني ولا إيه لا هو ده الطبيعي لمن تخلق بصفة الله الودود فتعلق بود الله ثم تخلق مع الخلق تبقى العارف بالله المحب موصول الروح برب العالم إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في كنوز بناء الروح مهم يبقى عندك بعض المعلومات الشرعية عن غسل الميت وصلاة الجنازة لأن في الأوقات اللي زي دي بيبقى فيه اضطراب في البيوت لما فيه حد عزيز علينا بيتوفى وبعدين بيبقى فيه ساعات مشاكل إن محدش عارف إحنا بنغسل إزاي طب صلاة الجنازة إزاي الحمد لله رب العالمين فيه ناس كتير في الموضوع ده من أصحابنا ومن أسادتنا ومشيخنا وفيه ناس متخصصين بيشتغلوا في ده بس مهم يبقى عندك برضو المعلومات دي حتى عشان كمان تطمئن إن حبيبك اللي بيفارق الدنيا ورايح بقى اللي رحمت ربنا الواسعة الكاملة في الآخرة إنك إنت ما أسرتش معاه وإنت بتخليه إيه ينتقل كده للرافيق الأعلى الغسل ده واجب علينا واجب إن إحنا نغسل الشخص الميت قبل ما ندفنه وبيغسل الشخص الميت لو ما فيش مغسل بيغسله محارمه فالأب يغسل الجد يغسل الأخ يغسل الأصحاب يغسله ومن المعلومات اللي الناس بتختلف عليها وهي ما فيش خلاف السن عليها بجواز تغسيل الرجل لامرأته أو تغسيل الست الجزهة وسيدنا أبو بكر الصديق لما مات أوصى قبل أن يموت السيدة أسماء بنته عميس زوجته إن هي تغسله وبعض الناس يقول لها خلاص ما دا ماتت بقت محرمة علي الكلام دا لا الكلام دا مش دقيق علميا يجوز للرجل وإن كان خلاص ما بقاش حد بيعمل كده بس برضو المعلومة موهمة تبقى عندك لأن عادة لما النساء حد بيتوفى من النساء بيبقى فيه مغسلها ويعني ربنا سبحانه وتعالى كرمنا الحمد لله في بلادنا في الحدة دي تخلي المعلومة برضو عندك بعد ما بنغسل الغسل الغسل أصلا بيبقى عامل إزاي هو عبارة عن أنك أنت بيبقى الميت الكريم بيبقى بنجرده من الثياب وبنحط فوطة عليه من السرة لغاية الركبة كده وبعدين بنبدأ لكنك بتحمي حد فبتخلي المية توصل لكل أجزاء جسمه ثم بعد ذلك بتوضيه ثلاث مرات كأنك واحد بيتوضيه بتوضيه يعني كله عضو بيتغسل ثلاث مرات فيبيتغسل الميت كأنه استحمى وبعدين بيتم وضوءه وبعدين الناس الطيبين بيبقى معاملهم عطور ويحطوا له مثلا عطور كده كأنه إيه عايف رايح مقابلة حلوة فيرشوله بعض العطور ثم يأتي وقت الكفن الكفن عند في السنة الشريفة فيه كفن اسمه كفن السنة وكفن اسمه كفن الكفاية كفن الكفاية إن الإنسان يتغطى لكن كفن السنة إن الرجال بيبقوا ثلاث أثواب يعني ثلاث قمشات بيضى بحس يبقى إيه الطبقات ثلاثة كده والميت بيبقى في وسط الكفن وبيتلف عليه الكفن وبيتقفل من تحت ومن فوق عارف شكل البمبناية بيبقى عامل إزاي ممسوكة من هنا وممسوكة من هنا كده برباط وبعدين بيبقى إيد الميت الشريفة محطوطة كده على صدره كأنه بيصلي محطوطة كده وفيه رباط حوالين إيديه كده فبيبقى من هنا الرباط ومن هنا الرباط ومن عنده وسطه كده برضه وفيه رباط ماسك الكفن نفس الكلام عند الستات بس الستات الكفن بتاعهم بيبقى خمس طبقات طبعا لو توفر عند الناس حاجة زي كده وغالبا الناس في الحتري بيبقوا كرمة جدا على موتاه فالرجال ثلاث أثواب بيض والنساء خمس أثواب بيض ده بالنسبة للغسل والكفن بعد كده بنروح المكان اللي هنصلي فيه سواء كان فيه ساحات المساجد أو في المسجد وصلاة الجنازة بتبقى أربع تكبيرات بنضع الميت وبعدين بيقف السيد الكريم الإمام سواء كان الإمام هو إمام المسجد وده الأولى عشان ما هتخنقش ملي صلي على الميت أو حد من الأرايب لو إمام المسجد سمح بذلك وبتبقى أربع تكبيرات الله أكبر وإحنا وقفين ما فيش لا ركوع ولا سجود الله أكبر وعند كثير من العلماء ما فيش رفع في الإيدين إلا في تكبيرة البداية اسمها تكبيرة الإحرام الله أكبر وبنقرأ الفاتح ثم الله أكبر بنصلي على سيدنا رسول الله النصف التاني من التشاهد اللهم صلي على سيدنا محمد وقال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم لآخر النصف التاني من التشاهد ثم التكبيرة الثالثة الله أكبر ندعو للمتوفى في دعاء شهير في السنة النبوية اللهم اغفر له ورحمه عافه واعف عنه أكرم نزله وسع مدخله دعاء مشهور طب أنا مش حافظ أدعب اللي في قلبي يا رب يكرمه وارحمه ويصر له أمره ولقنه حجته لما ينزل في القبر ووسع عليه يا رب وخليه شوف مقعده من الجنة بأي لغة تعرف تدعو بيها لو مش عارف الدعاء اللي في السنة المهمة تبقى حاسس باللي بتقول ثم التكبيرة الرابعة ندعو لأنفسنا ولسائر أموتنا اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتننا بعده واغفر لنا وله بكتش حافظ بدعي أن ربنا يرحمنا يحسن خاتمتنا إحنا وكل الناس يبقى أربع تكبيرات الفاتحة النص التاني من التشاهد اللهم صلي على سيدنا محمد لآخر التشاهد الدعاء للميت ثم بعد ذلك الدعاء لباقي الناس سؤال دايما كان بيتبعت لي العلماء في المسألة دي في صلاة الجنازة مرة تانية يعني مثلا على سبيل المثال إحنا صلينا الجنازة وبعدين نروحنا ندفن في القبر دفننا ناس جات عبالما وصلت ما كانوش يصلوا معانا في الجامع صلاة الجنازة عندنا خلاف بين العلماء الشافعية والحنابلة بيجيزوا صلاة الجنازة تاني فإياما كنا ندفن مع علمائنا ومشايخنا فيجوا يقوموا مصليين عند القبور مش فوق القبور لأن القبر لو اعتبرنا ان القبر هنا فدفننا احنا هنا ما بنقفش على القبر لكن فيه ساحة عند القبر فتلاقي مثلا الناس جات متأخر يا جماعة فين اتجاه القبلى ويقوموا مصليين في المنطقة في الساحة بتاعة القبور مش فوق القبور وليهم دليل قوي إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الرحيم الطيب كانت فيه ست بتقم المسجد بتكنس الجامعة وبتنظفه ففيه من الأيام تعبت وماتت بالليل ويبدو إن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان نايم أو ما كانش موجود ما حبوش إن هم يقلقوا النبي عليه الصلاة والسلام فغسلوها وكفنوها ودفنوها فنبي بيسأل عنها دي ماتت ودفنها قال هلأ آذن تموني مش تقولولي ست ليها فضل علينا وكانت بتتعب وبتساعدنا وجبنا إن إحنا نحضر صلاة الجنازة فرح صلى الله عليه وآله وسلم فصلى عند قبرها ومن هنا خد الشافعية والحنابلة بجواز صلاة الجنازة مرة تانية للي ما صلاش والصلاة في المنطقة عند القبور معلومة أخيرة في صلاة الجنازة لما تخش متأخر في صلاة الجنازة أكنك دخلت أي صلاة متأخر فمثلا أنا دخلت صلاة الجنازة والإمام كبر التكبيرة الأولى وخلصها وكبر التكبيرة التانية فأنا قصله خلاص تلت تكبيرات وأنا فاتني واحدة فأنا بخش الله أكبر وأقرأ الفاتحة وبيكون الإمام بيقول النص التاني من التشاهد ما هي صلاة سرية يعني الله أكبر بيدعي المتوفى أنا أقول الله أكبر وأقرى النص التاني من التشاهد الله أكبر الإمام بيدعي لنفسه والسائر أموتنا أنا بدعي الله أكبر التكبيرة التالتة للمتوفة ثم يسلم الإمام الله أكبر ودعي لنفسي ولسائر أموتنا وبعدين كأني كنت متأخر بتكبيرة زي الصلاوات لما بنخشها بنخشها وبعدين بعدين الإمام بيسلم إحنا بنتم الشيء اللي فاتنا دي كانت معلومات مهمة كل واحد محتاج يعرفها عن الغسل وعن صلاة الجنازة والدنيا دي رغم اللي ما فيها مليانة كنوس لكن مش ممكن تلاقيها من غير ما تعوز عندنا حضرتك يا ربا في كنوس بناء العيلة التساؤل يبدو غريب شوية حتى على بعض السادة المشاهدين إمتى نخلف لأن إحنا بنشوف بيوت كتيرة بتخلف وبعدين العيال بيجوا في أوقات الأب والأم مش مستعدين للتربية لا علاقتهم سوية يعرفوا هما اللي اتنين يتفقوا ازاي ربه لا نفسياتهم سوية مش مستقرين مع بعض فممكن نتفاجئ إن هما خلفوا ونفصلوا بعد الخلفة مباشرة معلوماتهم ممكن تكون ضعيفة جدا 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 في كيفية تنشئة وتربية روح بني آدم هيطلع للمجتمع هيطلع يتعامل معهم بعد كده فمن خبرتك وعلمك في مجال التربية نقدر نقول إمتى تقولي للكابل ده المتجاوزين نقول يلا خليفوا دلوقتي طيب أنا هابتدي بحاجة غريبة شوية تفضلي أنا هحب إن الناس تجاوب على السؤال ده قبل ما تتجاوز أصلا آه أوكي يعني من ضمن تحضير للجواز إحنا عايزين نخلي في إمتى إحنا متخيلين إن الخلفة دي هتيجي إمتى زي ما حضرتك بتقول الناس بتتجاوز وبتفوق بكذا عيل يعني بتدخل في جواز في خلفة في اتنين في تلاتة يبتدوا بقى بعد كده يقولوا إيه ده هو إيه اللي حصل أنا مكنتش جاهز أنا ملحقتش أنا مكنتش ناوي على كل ده أنا كده متبهدل شكاوي بقى بعد كده حقا بيحصل فلو إحنا بديين أصلا بأن أنا بفكر الأول أنا هبتدي علاقة جديدة معك عايزين بقى هنعمل كده إمتى متخيلين إيه خلاص بقى تجوزنا ومتفقين على شكل ما طبعا يعني إرادة ربنا في الحتة دي يعني تلعب دور كبير جدا هو ممكن نستخلف في أي وقت لكن وإحنا بنعمل الترتيبات لده مهم قوي إنه نسأل نفسي أنا فين أنا مرتاحة أنا مطمئنة في بيتي أنا بعمل ده ليه هل عندي رغبة حقيقية أنا بعرف أطلب منه حاجة بعرف أقوله ولا بستني فهمني وما يفهمنيش فنتخانق أوكي بعرف أقوله أنا محتاجة مساعدة في كذا إحنا بنعرف أنت خانق أصلا بعرف أتخانق ده السؤال اللي كنت ديسا هقوله بعرف أتخانق معاه وتصالح ولا ما بعرفش ولا لما نتخانق خلاص نار في البيت إحنا اللي اتنين مرتاحين في البيت في الشراكة اللي إحنا بنناها دي مع بعض وجهزين إن خلاص تمكننا من المسئولية بتاعت جوازنا وجهزين نضيف عليها مسئولية جديدة ولا لأ أسئلة في جهوزيتي كأم أنا جاهز أن أنا أبدأ أضحي أغير نمط حياتي حياتي تتشألب أو بمعنى دق تتغير علشان فيه روح بقت من مسئوليتي ثم السؤال التاني علاقتي عاملة إزاي مع شريك الحياة الراجل يسأل نفس السؤال والست برضو لا مستقرين ولا لأ جاهزين نتعاون على مهمة كبيرة زي دي ولا إحنا أصلا بننتخانق مع دبان وشنا فلما تيجي مسئولية هتزود مشاكلنا مع بعض نقطة الثالثة محتاجين نتناقش في التربية محتاجين زي ما بندخل على أي مرحلة جديدة في حياتنا بنحتاج نعرف إحنا فين منها عندنا المعلومات الكافية ليها زي أي شغل وأي مسئولية كبيرة في الدنيا لازم الواحد الأول يتمرن يبقى عنده معلومات حقيقة ولما يبقى عنده خبرة بيددولوا المسئولية كبيرة حقيقة لكن هنا أكبر مسئولية ممكنة محتاجين يبقى عندنا طريقة نحن نكتسب بيها المعلومات مش نخلف وبعدين نتعلم في العيال نبقى نشوف بقى هنعمل إيه مهم جدا نعرف أنا وشريك حياتي إحنا هنجيب معلوماتنا منين هل حد فينا معين هيبقى بيقرأ ويقول للتاني نسأل بعض إحنا عايزين نربيهم زي ما إحنا تربينا في حاجة عايزين نغيرها في اللي إحنا تربينا به واللي عايزين نقطابس نفس اسلوب التربية كان حد مرة علمني كده قال لي وإنت رايح بيتك علموهنا كده في الريلاشنشيب كوتشينج يعني تسأل قدامك وإنت رايح بيتك هتاخد إيه معاك من بيتك البيت أهلك ومش هتاخد معاك إيه ونفس السؤال بيت سيقل برض وإنت جاية لبيتك وهتخلي فيه هتاخدي إيه من بيت أهلك وهتسيبي إيه الشؤال ده لو ليه إجابة يبقى الواحد كأنه مجاهز نفسه هيربي إبنه على إيه ومش هيربي إبنه على إيه كأنك بتقولي نعمل ترينيج نتعلم حاجة نقرأ حاجة نذاكر حاجة نحضر حاجة قبل ما يحضر البيبي ده فنبدأ نجرف فيه ونتعلم فيه جداً من الأمثلة للحتة دي بس أكتر واحد مهم لأي حد بيفكر يجيب طفل عشان يقوم بمهمة معينة طفل لسه ما جايش لسه ما جايش فعايز أخلف عشان قرأي بيخلفه وأنا ما خلفتش فعايز أجاوب على السؤال بتاعهم اللي بيتسئل بنظرات وإحنا قاعدين بخلف عي لشان أجاوب على سؤال عايز أخلف عشان أخاوي كبير عشان قاعد زهقان رغم إن أنا أصلاً مش فاضلي كبير وهو بيبقى فعلاً كده فأنا بجايب عيل يعني يشغله عني عايز أخلف عشان يشلني للمجبر عايز أخلف عشان ابني اللي موجود عنده مرض معين وعايز يبقى عنده سند في الدنيا عايز أخلف عشان أنا وجوزي عندنا مشاكل في علاقتنا فهجيب طفل أربطه أربطه بيه أو يصلح علاقتنا عشان لما يبقى عندنا طفل إحنا الاتنين هنقرب من بعض نتلهي عن المشاكل بالعيل نعم كلها حاجات فيها استغلال للطفل وليس خلف عشان أعتني بالبيبي جميل جداً جداً من تجربة حضرتك أكتر ضرر بيقع إيه على الأولاد اللي جموا أهلهم مش مستعدين يربوهم يعني طبعاً السؤال ده جابته في مشاكل كتير جداً في التربية لكن لو هنحاول نحصرهم فحاكتين هنفكر الأول في childhood emotional neglect وده الإهمال العاطفي للأطفال عشان لما بييجي طفل في حياة أم وقب مش جهزين لده بيبقى كل تفكيرهم إن هم إزاي يكفوا احتياجاته الأساسية يأكلوه يعلموه يعالجوه بس احتياجه بقى العاطفي النفسي الحب الاهتمام الرعاية الملحظة إن حد قاعد معايا شايفني شايف كياني مديلي مساحة إن أنا أحس ويفهمني أعمل إيه يبقى حسيسي اللي أنا بحسها دي وإزاي يتحكم في نفسي كل ده هم مش جهزين لي هم حياتهم مش مستقرة مع بعض فمش جهزين يدو الجزء العاطفي ده أوكي في معظم الأحيان مش شايفينه أصلا أوكي الحاجة التانية permissive أو uninvolved parenting اللي اتنين دول بيبقوا عايزين الطفل اللي يمشي حاله وخلاص أوكي permissive اللي هو متساهل اللي هو أعمل اللي تعمله مهم أنه بقى أصحاب وخلاص بقى أو أنه بقى ماشيين حالنا مش عايزين مواجهات مش عايزين مشاكل يلا اللي انت عايز تعمله وعمله والـ uninvolved parenting اللي هو الأب أو الأم الغير مشتركين في عملية التربية ده بيبقى عايز يعيش حياته زي ما هي بالزبط عشان هو ما كانش جاهز من الأساس والطفل يعمل اللي يعمله جنبه أوكي ده بيعمليه في العيال بقى نفسها ده بيخلي العيال مضطرين يعتمدوا على نفسهم سن بدري جدا بيأثر في احتياج العيال الأساسي بتاع أو الانتماء ويدور على حد ينتمي له يعني ويدور بقى في أي حتة على أي انتماء لأي حد بيعمل أي حاجة ويعمل زيه عشان يحس إنه هو تابعه وطبعا دي بداية كل المشاكل اللي ممكن نكون بنسمع عنها في حياة الأطفال بداية كلمة الاعتمدية مثلا يروح للمخدرات يروح لسكر يروح لحياة عايز ينتمي ديه لأنه مش مشبع من البيت بالزبط كأن حضرتك يا ربا بتقولي إن فيه جزء عاطفي وجزء استقرار نفسي لازم يكون عند الأب والأم عشان يخلفه فلازم يتطمن إنه حياتهم مستقر قبل ما يجيبوا العيل مش العيل يجي عشان يخلي حياتهم مستقر ما يبقاش البيب اللي جاي ده جاي عشان نرد على الناس اللي بتقولوا انتوا ما خلفتوش لغاية دلوقتي ليه أو علشان نربط بعض بيه أو علشان نفرح أهلينا وإحنا مش مستعدين وخنقتنا نار في البيت فأول ما يبقى فيه استقرار نفسي ومقررين نكمل مع بعض وعب نعرف نتخانق ونتصالح فيه رؤية كده يبدأ أهل البيت ده جاهز بعد سنة اثنين تلاتة أيا كان جاهز لاستقبال حد عند أب وإم عندهم الكفاية من الاستقرار عشان يربوه تمنى يكون فيهم صح يا أوه مزبوط أشكرك يا ربا وربنا يقدرنا ويعننا على تربية عيالنا وإحنا هيتسائل بين يدين ربنا سبحانه وتعالى يوم اليام شكرا يا ربا كتر خيرك شكرا لما نيجي في كنوز بناء العيلة نتكلم عن حقيقة قوامة الرجل ومعنى قوامة الرجل عارف المشكلة فين؟ المشكلة في نسيان السبب الحقيقي من الزواج إحنا بنتجوز عشان نحقق الرفقة الرفقة بالرفق الحياة مليانة اضطراب ومليانة صراعات ومليانة طموحات بتحتاج مجهود فالطبيعي أن الواحد لما يرجع بيته يرجع للسكن والمودة والرحمة لما بتتقلب الحياة الزوجية لصراعية ومغالبة بنقف ونقول لا معلش كل واحد يقول حقه فين؟ وحدوده فين؟ وكأن الموضوع ما بقاش التعامل بالفضل وهنا نقوم واقفين وسألين عن القوامة ليه بنسأل عن القوامة؟ الأول أنا المفروض أكون أمين مع نفسي وأنا بتكلم أنا زي أي رجل شرقي أحب أن مراتي في البيت تسمع كلامي أحب أحس بوضعي ولكن فيه كلمة مهمة جدا بتتضبط العلاقة ما بين الرجل والست وهي اسمها المعروف العشرة بالمعروف فأنا لما أطلب من مراتي حاجة وعايز أن هي تسمع كلامي محتاج أن أنا أطلب برحمة ورفق ومنطقية والستات الأسوياء لما بيلاقوا الراجل عامل المسئوليات اللي عليه وشقيان ولو ليه طلبات بتبقى حقوقه وبرحمة ورفقه ومنطقية الطبيعي أن يحصل شيء من الموافقة والمرافقة ده المطلوب ملف طاعة الزوج اللي بتكلم عليه ده ده ملف تاني خالص غير القوامة ومشيخنا علمونا حاجة مهمة قوي علمونا أن إحنا ما نستخدمش دين ربنا والقرآن والسنة بالخطأ في إخضاع الخلق فيبقى الراجل في بعض البيوت بيقول لمراته اسمعي كلامي ويؤمرها بحاجات فوق طائطها أو حاجات فيها إهانة ليها أو جاي عليها شوية ويقول لها لأننا ربنا خلالي القوامة عليكي فتبقى الست بتحب ربنا وبتخاف من ربنا وعايزة تسمعي الكلام لكن في القلب شيء كده تجاه الأمر الرباني ليه يا رب اديت للراجل القوامة علي وخليته يتحكم بالطريقة دي ففي حاجة كده ما خليها القلب مش راضي عن التشريع والغلطة ان احنا استخدمنا الآيات في غير محلها وانت لو فصرت آية القوامة من غير ما ترجع للعلمة هيبقى التفسير بتاعها جديد يعني اسمع كده الرجال قوامون على النساء يعني انا اللي قومك انا اللي ازبط اخلاقك واربيك الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض لان انا افضل منك جسمانيا وعقليا وبما انفقوا من اموالهم عشان بصرف عليك فتسمعي الكلام انا اللي بصرف فيبدو ان لا لا احنا مش متعودين ان نروح دينا وروح معاني النصوص كده يبدو ان فيه شيء تاني خالص ملف القوامة عند العلماء حطينه تحت ملف الخدمة وعندهم كلمة مهمة جدا عايزك تسمعها مني وتصبر على شرحها يقولك الخصائص تؤدي الى الوظائف يعني ايه احنا تلاتة واحد عضلات وقوي وواحد ذاكي بيفهم في الكمبيوتر وواحد تلت بيطبخ كويس فقلنا اللي عنده خصائص القوة لو سمحت انت حمينا عشان نعرف نعيش ونشتغل فانت اللي هتحمينا يا قوي وانت اللي بتعرف كومبيوتر ومتعلم ادارة انت اللي اشتغل وحط لنا البلان عشان نعرف انه كله متعيش ونعيش فانت هتحمينا بخصائص القوة عشان نعيش وانت اللي هتصرف علينا عشان نعيش طب اللي بيطبخ حلو انت اللي عمل لنا الاكل عشان نعيش فده عشان نعيش وده عشان نعيش وده علشان نعيش التلاتة اتوزعت عليهم الوظائف تبعا للخصائص ومحدش أفضل من حد نرجع من المعنى اللي العلماء شرحوا ده لآية القوامة معنى كلمة قوام أن يقوموا في مقام القيام على الشؤون فالرجال قوامون على النساء ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق بنية الرجل قوية للاحتكاك بتحديات الحياة فأمر أنه هو ينزل يشتغل وفرض عليه النفقة الستة لو هتنزل وتشتغل ده شيء مباح بالنسبة لها لكن مش مفروض عليها النفقة الستة لو اشتغلت وصرفت على البيت ربنا يديها الأجر مضاعف أجر الصدقة وأجر صلة الرحم لأنها بتصرف في البيت أما الرجل لازم يصرف الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ربنا ما تديك قوة جسدية عشان تحتك أنت اللي تنزل تصطاد وإنت اللي تجيب الأكل وإنت اللي تجيب الميا من البير زمان ودلوقتي أنت اللي تخش في النيجوشييشنز وإنت اللي تعمل اللي مش عارف إيه وإنت اللي تنزل في الاجتماعات وتجيب القرش آه عشان ربنا ما تديك الخصائص دي بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم أي أنك مسؤول عن النفق والراجل اللي ما يصرفش النبي يقوله كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت لكن الست لو ما صرفتش النبي ما يلمهاش صلى الله عليه وآله وسلم فلو رجعنا للمسألة دي معناها أي أن الرجال شرفهم الله وأكرمهم الله بمقام الخدمة فصاروا مسؤولين عن توفير الغذاء والكساء والدواء والنفقة بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم الستات ربنا سبحانه وتعالى دهم خصائص الحنان والاحتواء والرعاية والصبر فكلفه بالخلفة بمشاق الخلفة والحمل حملته أموه وهنا على وهن وحمله وفصاله في عامين حمل وارضاعة مدة طويلة والست اللي تموت وإيه بتخلف تعتبر شهيدة من شدة ما واجهته من الآلام كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أنواع أو مراتب الشهداء فربنا كلفها بداء وتؤجر وتأثم لو أصرد في الرعاية والعناية أما الرجل فهو في مقام الجندي الذي يخدم ويحمي ويسند وبالمناسبة سيكولوجيكلي يعني كده إيه نفسيا وتركيبيا في عقل الرجل الرجل بيحب كده الرجل يحب يشعر بالحماية ويشعر أنه هو اللي بيجيب وهو اللي بيسند وهو اللي بيتعب عشان كده نص الآية التاني اللي كتير من أنا مش بيقراه فيه تفسير النص الأولاني إيه بقى؟ اللي هو إيه المطلوب من الستات؟ لما يبقى الرجل قائم بمسؤولياته وبيحمي وبيقوم في مقام الخدمة وبيصرف الرجال وقوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله لطلوب من الست تقدر أن الرجل الشائيان عشان لؤمة العيش وعشان يوفر السند والحماية وما يخليش أهل البيت عندهم عوز واحتياج يبقى فيه تواضع في التعامل وتأدير للتعب وما يتقلوش أبداً ما الرجالة كلها بتشتغل من تطول يوم قاعد برة ومبسوط لا أنا شائيان حتى لو بحقق ذاتي ما هو ذاتي دي بتشارك في تحقيق متطلبات البيت وأنا أصلاً لو قدرت أستريح هستريح لكن أنا مواصل عملية الكد والكدح عشان دايماً أوفر لكم اللي أنتو عايزينه فلما الست تقدر ده وتشعروا أنه أقل حاجة بيجيبها هي كفاية بالنسبة لهم ولما يتناقشوا مع بعض وده معنى كلمة قانتات القنوط يعني السهولة والتواضع عايزة تقول رأيها تقول رأيها بوضوحة وتقول رأيها بمنطقية لكن الراجل الشائيان بيبقى عايز هدوء وعايز رحمة في الكلام وعايز الآية وجعل بينكم مودة ورحمة مودة في الطلب ورحمة في العطاء عايز لما يجي يتناقش في حاجة يشعر أن لي إحساس القيادة ولما تديره إحساس القيادة لأنه فعلاً شائيان هيسلمهولك تاني ويقولك أنت يلا أنت اللي أعمل الموضوع ده مدام ده يرضيك لما يحس بالتأدير ده ولما يكون بره شائيان يبقى متطمن عليك تماماً وانت في البيت وده معنى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وهو غايب عنها هي بتحفظه في نفسها وماله ده يحصل باتزان ما بين رجل في مقام الخدمة شائيان يوفر الدعم والسند من غير تحكم ولا تسلط وست متواضعة ممتلئة بالأنوثة وحب الطاعة بالمعروف كده يستقيم البيت ويبقى معنى القوامة مفهوش أي تحكم في الستات موسيقى والدنيا دي رغم اللي ما فيها مليانة تموس لكن مش ممكن تلاقيها من غير ما تعوز من أكتر الحاجات اللي بحبها دكتور إيهاب أقرأ في كتب الأمثال عندنا كتب كتيرة بتجمع الأمثال الشعبية سواء المصرية أو من الثقافات المختلفة ودايماً بتوقف عند ثقافة أهلنا المتركمة لما يقولوا مثل لما تيجي تدص عليك هتلاقي خلاصة خبرة وتجربة من ضمن الأمثال اللي يحب العسل يستحمل أرس النحل المثل ده بيتكلم عن كل تمن المفروض يدفع لأي حاجة ليه هئيمة فاللي عايز العسل مش هيجيله لغاية عنده لازم هيخوض شيء من المخاطر والمخاطر دي في المثل متمثلة في الأرس بتاع النحل حاجة بتوجع يعني عايز ياخد المثل ده وحطه على كنوز بناء الشخصية ونستفيد من علم حضرتك وتجربتك إيه الأرسات الأتمان المشهورة اللي الواحد لازم يستحملها في الدنيا عشان يبقى ناجح وعندي بعض الأسئلة الأخرى بس يعني حب أبدأ بما حضرتك ده هو المشوار لازم يكون فيه ألم بطبيعة الحال لأنه فيه مبدأ كده يقول فتح باب النجاح لمن عبر حاجز الألم وكأنه باب النجاح ده في أي حاجة أنا ممشي فيها في حياتي كأنه عامل زي الباب الكهرباء اللي بيتفتح لي واحده ده فيه سنسور كده فأول لما بعدي حت طول ما أنا بعيد مش هيتفتح أول ما بعدي حاجز معين بيشوفني فيفتح لي يفتح الباب ففي رحلة الحياة في المذاكرة ممكن فيه لحظة معينة اللي أنا فيها عايز أرمي الألم وأنا خلصت كده مش قادر مش قادر لو عديت دي كملت الله وأنا بجري بعمل رياضة ففي جنبي كده فالأول بيبعني شوية كده نغزة لو عديت دي الناس اللي بيعلمونا بي ولك كملت فتح باب النجاح لمن عبره حاجز الألم والإنسان يفكر هو إيه أنواع الألم اللي ممكن تكون بتجيلنا في الحياة أو الأرصاب وإحنا ماشي فمثلا أنا ممكن أكون منتظر حاجة واخد وقت طويل ما ده ألم ألم الانتظار أو بس على الحاجة معينة وتقيلة أوي 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 عليها ولسه المشوار كبير ما ده ألم في حاجة أنا مجبر عليها بس ما عليش استحملها شوية علشان بعدين تعمل اللي أنت عايزه أنا اخترت اختيار معين وخايف يكون غلط اللي اختيار نفسه ألم أني أخد رسك همشي كده ولا همشي كده في أخوف فيقولك فوت يا حباب النجاح لمن عبره حاجز الألم ألم الجبر وألم الاختيار ألم الصبر وألم الانتظار الله ألم الصبر على الأدب والأصول وألم السعي رغم التأخر في الوصول الله اللي هيستحمل الألام دي كلها يرجى أن يتفتح له باب النجاح باب النجاح ولكن فيه آلام وفيه أرصات أنا مش محتاج أخدها يعني القصة مش قصة أن أنا لازم أتعزل آه لا فيه تعصيفة وخلاص مش لازم ففيه مثلا نوعين من الأرصات نوعين من الألم ما لهمش لازم الألم اللي ما يخدمش الهدف يعني لو أنا دلوقتي بشتغل وحضرتك مدير وبتقول لي أنت لازم تخلص الحاجة دي وتصهر للصبح علشان تسلمها فأنا قررت أني أخد الألم ده ولكن ربنا فتح علي وخلصت بعد ثلاث ساعات ففكر أقول بس هو قال لي لازم تصهر للصبح فأنا مش هنزل من الشركة إلا الصبح علشان ييجي تاني يوم يعرف أننا بس تحمل الألم أيها مش بالضرورة يكون ده شيء زكي وحكيم أنا عملته في مسارتي المهنية لأن استحملت ألام معينة هي لا تخدم الهدف اللي تحقق نعم كمان في ألام ممكن تمنعني عن الاستمرار فمثلا أبطال كمال الأجسام أبطال الرياضات المعينة نشوفه ييجي وهو ما شاء الله قوي جدا وعنده يعني تكوين عضلي رائع وبعدين فجأة روح ماسك كده عضلة كده مثلا لو لعيب كرة عايزة بدل لما تستحمل دي مصر ما تستحمل ده النادي بتاعك ده أنت بتاخد عشرين مليون دولار ده إيه هو عارف كويس قوي إن الألم ده إذا خاد الأرصة دي دلوقتي مش هيلعب ثلاث مرشات لأنه هيمنعه من الاستمرار فوانا ماشي في رحلة الحياة بشوفه والألم ده حاجز لو عديته يتفتح الباب فلازم أخده ولا الألم ده ما يخدمش الهدف أقف أبعد عنه ولا الألم ده لو أخدته ممكن يمنعني من الاستمرار فالحكمة تقتدي إني أصنى في الآلام إني أصنى في الأرصات وأقول ده أنا هروح له وده بكل حكمة مش دلع مش هروح مش هروح طيب إيه اللي ناقصني أنا كبني آدم عندي طموحات وعندي أحلام وهدفي واضح بس مش مستعد إن أنا أتحمل دفع التمن ده ناقصني إيه برجع على طول من الطريق كده ومش بكمل التحمل الألم تعود وتدريب دراسات كتير تقول أن النساء والبنات أقوى من الشباب والرجال في التعامل مع الألم وإنه ألم بسيط من ألام الولادة أقوى الرجال ما يعرفش يستحملها فيه تدريب بيتم بشكل دوري بتستعدلوا البنت بعد ما بتجبر فتتحمل ألام معينة ومع ألم وراء ألم وراء ألم وراء ألم تبقى جهزة لاستحمال المعركة الكبيرة ألم المخض بعد كده ففي حصل نوع من التدريب والتعود فلو أنا استحملت أن أجي على نفسي مرة وأنا بذاكر ومرة تانية وأنا بامتحن والامتحان واربع ساعات والوقت فيه مزنوق ومرة تالتة وأنا بروح مرة واثنين وثلاثة وبترفض واحد قال لي أن أنا كنت عايز محاسب يجي لي في الشركة بتاعتي وأنا مصمم أن يبقى سيبي يعني واخد زمالة المحاسبين ومراجعين الأمريكية فقالتولي حبيبي ولكن الشركة بتاعتك مش بالضرورة تكون ماشية بهذه المعيير مش عال في بلد بعيدة خالص فقال لي والله أنا مش مهتم خالص بالشهادة وأنه هو بقى فاهم النظام الضريب الأمريكي مش دي قضيتي والتكاليف أنا قضيتي هو بيهين نفسه ولا لا صبر عليها هو فضل يدوس جامد على نفسه ولا لا هو استحمل الامتحان التقيل قوي ده يبقى غالبا لما يتعلم هيدي ومش هيصحب علي نفسه إذن الألم تمرين ألم صغير والألم صغير لغاية ما الواحد يبقى متعود أن كل حاجة لها إيمة وراها تمن نورتنا دكتور إيهاب كنت رخي شكرا دكتور إيهاب من ضمن المهارات أو ممكن تقول الإمكانيات أو الصفات اللي لازم تكتسبها وانت فرح لتبناء شخصيتك أنك تعرف تسمي المشاعر اللي جواك لأن تسمية المشاعر دي هتخليك تعرف تاخد رد فعل مناسب مع كل شعور بيتبعت لي مشاكل كتير مرتبطة بالحب وما بيكونش حب خلينا أقرى لك مشكلة منه أحباب تشاب معي في الجامعة ملتزم دينيا من ثلاث سنين حب عذري يعني كأنه من طرف واحد من غير علاقة لم يحدث حديث بيننا سوى النظرات العابرة أشعر أنه يبادلني نفس الشعور لا أستطيع أن أخرجه من تفكيري طوال الوقت بما تنصحني أن أفعل لأني أشعر بالضيعة خلينا الأول نسمي المشاعر عندنا إعجاب وتعلق وحب حضرتك سميتي تبادل النظرات حب الإعجاب هو أن اللي قدامي يطابق الصورة الذهنية عن الجنس الآخر في عقلي يعني أنا بالنسبة لي البنت لها شكل معين وليها طريق التفكير معين تركبتي كده الخريطة اللي جوايا كده فلو شفت الشكل ده وطريقة التفكير دي ممكن أعجب فالإعجاب هو شكل وطريق التفكير التعلق شكل وطريق التفكير وكمان فيه احتياج من الاحتياجات هو سده زي مثلا لما واحد يكون بيقول لك كلام حلو أو بيشجعك أو بيسندك في مشكلة مثلا من المشاكل فأنتي شايفة أن شكله مناسب وطريق التفكيره مناسبة وكمان بيديك احتياج علاء كبير الحب هو إعجاب زي ما شرحته لحضرتك وتعلق زي ما شرحته لحضرتك زائد فترة طويلة من تبادل ده هو كمان سامح لك أنك أنت تسدي احتياجات عنده من الدعم والمسندة والتشجيع والقرب ولما ده يطول يحصل شيء اسمه الحصرية طويم حضرتك حصر كل مشاعرك على الشخص ده بعد فترة طويلة فحضرتك مش في مرحلة الحب بل حضرتك مش في مرحلة التعلق حضرتك في مرحلة عالية من مراحل الإعجاب لازم نسمي الشعور الأول لأن اللي درما بينكم حتى ما تكلمتوش مع بعض هي نظرات وانت شايفة انه سامته ممكن شكله ممكن تشوفيه بيصلي في الجامع فانت الخريطة اللي جواكي شكل معين وأهم حاجة في الراجل اللي عايزه ارتبط به يكون قريب لربنا عايزك تتخيالي مثلا انك جيت تتكلمي معاه وانت بتقوله بتحبيه جيت تتكلمي معاه لقتيه بيقلب كل حاجة جد الهزار فانت هتتفاجئ ان عقله مش زي ما انت توقعتي مش زي الخريطة اللي عندك يبقى ظاهره ومتدين ونظراته لطيفة بديك شوية مشاعر في النظرات لأن العين لها لغات بس مثلا ممكن يطلع هايف جدا أو تيجي مثلا على سبيل المثال عرفته بعض وقربته البعض عندك حالة وفاة فبدل ما يقف جنب يقول لك معلش حصل الكلاسيكو النهاردة بالليل برشولنا وريال مدريد فمعلش مش هقدر اجي اه سندك لاني عندي مطش ايه ده فيحصل لك شيء من الصدمة في طريق التفكيره فحضرتك لازم الاول تبقي عارفة ان انت ما تعرفيش عن شخصيته اي حاجة وعلماء النفس بيقولوا ان البنت بتحب بالترتيب ده اول حاجة عقل الراجل ده اللي بيشد البنت ثانيا عاطفته قدرته على اعطاء الحب وفاهم الحب ثالثا شكله رابعا طيبة قلبه مع الغرباء ومع البسطاء ومع الغلابة الراجل بيحب بترتيبة تانية احنا لسه بنكلم بنت للوقتي فحضرتك ما تعرفيش عقله اصلا علشان تحبيه وبالتالي خلينا بس الاول كده فقط وهنا احنا بنفكر في حضرتك بس دلوقتي مش واخدين بالنا من الشخص ده اللي بقاله تلات سنين بتبصوا البعض اول حاجة حضرتك محتاجة تقطاع النظر ليه لان العين بتكون جزء من مشاعر القلب وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الشهير بعد ما تكلم عن النظر قال والقلب يشتهي ويتمنى ف وكان ابن القيم يقول ان القلب عامل زي الكعبة والصور اللي بتشوفها كأنك بتعلق صور واصنام فاخد بالك هو عد بص الصور تشغلك عن ربنا خلي نظرتك دائما لحاجات ما تخلكش تعلق في الكعبة صور واصنام خلي كعبتك لربنا سبحانه وتعالى مثال ضربه في كتاب الفوائد فمحتاجين نقطع النظر دي اول حاجة اللي فك تعلق القلب حاجة تانية حضرتك محتاجة تدعي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عي ليه لأن حضرتك في حتة كده محتاجة أن ربنا سبحانه وتعالى ينقذك منها التعلق لا هو مش تعلق الإعجاب بشخص ممكن بكرة يخطب ممكن بكرة تفاجئ إنه صاحب في الجامعة ممكن بكرة تفاجئ إنه سافر ممكن انت ما تكونيش في أهدافه ناخد دي بالحضرتك لو حد واسمحيلي في الكمل دي أنا آسف لو حد حجز قلبك بنظرة لا إحنا محتاجين نراجع نفسنا لأن ده مش كفاية ده ليس وعدا بالزواج زي الخطوبة ولا أي كوميتمت فوش أي التزام النظرات دي ممتعة أصلا كون إن أنا أروح كل يوم الجامع علي بنت ببصلي ومشغولة بيا دي حاجة ممتعة جدا ومن الشهوات المزينة في القلب زينا للناس يحبوا الشهوات مش شهوة الفراش بس علاقة لا شهوات من النساء فما تحجزيش قلبك علشان النظر محتاجة تفك الإعجاب بهذا الذكر بيتقال ثلاث مرات بعد الفجر وتلاث مرات بعد العصر يا حيو يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين عايزين كمان نحط الذكر النبوي لا حول ولا قوة إلا بالله عشان ربنا يخرجك من سيطرة الإعجاب ده بقوته ويحول بينك وبين كسرة قلبك لو الشخص ده ما عندوش أي التزام تجاهج وخد أي خطوة تانية ما تتكسريش ما تتكسريش فقولي يا لا حول ولا قوة إلا بالله على الأقل مية الصبح برضه ومية بالليل حاجة بقى اللي عايز أختم بيها مع حضرتك ألا وهو حاجة الأولانية لو حضرتك قلبك نشغل بشخص بسبب النظرات محتاجة تشغلي وقتك لأن لو أنا قلب تحرك لمجرد إن حد بيبصلي يبدو إن أنا عندي احتياجات عاطفية محتاجة تلبى والناس اللي عندها حب في قلبها كتير كده يعني ويبدو إن حضرتك عندك كم من العطاء والحب والرحمة والتسامح عايزة تشاركيها محا لو الحب يعني فلما يكون الحب بيفيد في قلبك كده لدرجة إنك تنشغلي بنظرة واحد بقالك ثلاث سنين لازم الوقت ينشغل ينشغل بقى ممكن في عمل خير مع صحباتك في رياضة أنا مش عارف طبيعة حياتك عاملة إزاي علشان اللي احتياجات دي جزء منها يلبى فيبقى فيه شيء كده من استغناء القلب اللي هيعضي يبصي ده لأ عندي حاجات تانية ما تحتلش ما تحجزش قلبي بمجرد نظرات بلا تلت سنين الحاجة الأخيرة أعزي شاركها برضو مع حضرتك محتاج إنك تدفعي أفكار الإعجاب دي بتصورات سلبية لأن الخناءة كلها في عالم الأفكار في عقلك تصورات سلبية إنه ممكن في أي وقت إنه هو ياخد خطوة تجاه بنت تانية تصورات سلبية إنه ممكن زي ما قلت لك يتخلص الجامعة ويروح يسافر يشتغل برة حاجات أنت مش في الخطة طب التصورات هتعمل إيه هتخلي ما فيش صدمة والله الراجل ده بعد ما خلص الجامعة فجئت أنه بتقدم لك يا سلام على كرم الله ما تقدم لكيش وما كنتيش أنت في خطته يبقى خلاص كأنك عارفة إيه بالمصر عارفة البلاء قبله وقعه زي ما بيقول عارفة الأزمة قبل ما تحصل فإيه الإنسان واخد شوية محترزات فما تقعيش وقع جمع يعني حبيت أشارك من أي إعجاب يوجع قلبك في يوم من الأيام ودايما أشوفكم مستورين ومأجورين ومنصورين وفي تمام الصحة والعافية شكرا دور بعيونك وبقلبك دور بحماس واصبر وتحمل وتأمل حكايات الناس دور هتشوف الخير ألوان في حكام وقالوها جذبنا زمان وفي نور السنة وفي القرآن وفي القرآن كنزات الآن والدنيا درام اللي ما فيها مليانة مليانة لكن مش ممكن تلقيها من ضربة تعود والدنيا درام اللي ما فيها مليانة نور لكن مش ممكن تلاقيها من غير ما تعود على قد ما تتعاد وتضور الدنيا تضحك وتمور تبديك أكثر ما تتصور من فضل الله ترجمة نانسي قنقر